الجزئية الثانية اللي انا عاوز اتكلم فيها اللي هي صفقات الشتاء النادي الاهلي بدأ الموسم السنة دي عمل مباراة حلوة أوه وبعد فترة ما توقف الدوري رجعت الفرقة شوية وفيه اصابات كتيرة وبتاعه وبدأ المستوى يتهزي الى الى حد ما بعض الناس زعلت قلت لك ايه النادي الاهلي ايه اللي جراله فين الصفقات وفين 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 النادي الاهلي ما بيدورش على الكم النادي الاهلي بيختار اللعيب اللي يناسب اللي بيناسب النادي الاهلي النادي الاهلي ما عندهش مشاكل في اي حاجة لما بيلاقي عنده بعد ما اصيب اكرم اصيب كريم فؤاد الاتنين اصيبوا بالصليبي ربنا يشفيهم ويعفيهم ويرجعوا في اسرع حالة بسرعة لانه تعرفين طبعا الاصابة دي اصابة العينة وهي دي الحاجة اللي بتخلي اللعيب يعني بتزل اللعيب معنى اصحة فربنا يرجحهم بالسلامة والاتنين على خلق وعلى حاجة جميلة جدا وعلى اخلاق وما بقى كل حاجة انما هو ده نصبهم فعشان كده هبقول الحمد لله عشان كده النادي الاهلي فكر على طول ما خدش تفكير قال له كان عاوزة جيب لعب مكان اكرم اللي هو خالد عب فتاح جابه من سموحة اللي هو زهير ايمن وقعاره ست شهور عشان لو ما وفقش او 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 بيقولكش ايه انتو اشتدتوا الترماي لا النادي الاهلي بيختار الاماكن اللي هو محتاجها ما بيختارش يكم من اللعيبة ويقعد عنده ويعمل مشكلة مع المدرب ويعمل 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 الكلام ده مش فينادي الاهلي وبعد كده لقى نفسه محتاج في الجناح الايمن فجاب التونسي محمد الضوي اللي هو كريستو هو لاعب مهوب وده سنه عشرين سنة وبصفة عامة بقى النادي الاهلي عمل ايه بيعمل بيعمل فرقة جديدة دلوقتي او بيدخل افراد جديدة وبيعمل للمستقبل واعترب الصفقة دي بتاعت محمد الضوي دي درب عصفرين بحجر نجاب لعيب يختموا السنة دي وهو تحت السنة اصلا وبعدين ايه ما دفعش ولا مالية ما تقول لي ازاي ما دفعش ولا مالية كان لديه فلوس عند النجم الساحقلي بتاع اللعيب النادي الاهلي اللي كان واخده قبل كده وفي نفس النادي الاهلي النادي الاهلي بيقولوله احنا عوزين اللعيب ده قالوا هتدفع كم كذا اتفقوا قالوا طيو خلاص الفلوس اللي انتم تدفعوها ارامى على اللعيب الافريقي اللي انتم اخدته خلاص واخدوا اللعيب ده مكانه وخلصت المشكلة واللعيب ده هيبقى موجود وليه شأن كبير قوي في النادي الاهلي وافتكروا الكلام ده فعلا الاهلي كان محتاج في وسط الملعب دلوقتي كمان محتاج رمانة الميزان رمانة الميزان ده لازم يكون حجم لعيب باسم النادي الاهلي وانت عارفين طبعا هو بيكمل عاوز يكمل قالي ديونجو والسولية ومحمود فتحي وحمد فتحي وفيه لعيبة كتير في نص الملعب انما النادي الاهلي بيحب يدعم بيدعم عشان كده قاعد يدور يدور لحد ما المدير الفني قالك انا عاوز مراوان اعطيه لعب الاتحاد هو لعب متميز وعنده شخصيته وهيكون له دور كبير مهم جدا مع النادي الاهلي ولسه هيكون لسه فيه ليه دور كبير ومع النادي الاهلي في كاس العالم للاندية هو واللعيبة اللي جات وانا بقول لكم النادي الاهلي قبل ما يتقفل القيد الشتوي عامل مفاجأة لجماهيره مش اعلن عليها عامل مفاجأة كبيرة قوي قوي بقول لكم النادي الاهلي بيحس بجماهيره وجماهيره بتحس بالنادي وانتعارفين الازمة المالية اللي موجودة لكن النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان اندي يرضي جماهيره جماهيره اللي هي السند الوحيد للنادي الأهلي أنا بقول لي جمهور النادي الأهلي شفتم برات الدولة اللي تلعبت الفترة اللي فاتت قدية لما أنتوا بتبقوا وراء في رئيتكو أنتوا بتهزوا الصخر بتهزوا جبال خليكوا وراء في رئيتكو إوا حاجة تهزوكو أنا عارف إن جماهير النادي الأهلي جماهير قوية وجماهير تهز الدنيا خليكوا وراء في رئيتكو وإن شاء الرحمن النادي الأهلي هيفرح جماهيره ويفرح محبيه ولعبته هتبقى عند الوقت ورجوله وكل شيء هتشوفوه ان شاء الله للنادي الاهل الفترة اللي جاية سواء في الدور العام او في كاس العالم الاندية طبعا كاس العالم الاندية دي هتكلم عليها ان شاء الله الرحمن بعد كده